أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اليوم جميعاً يجب أن نكرر بصوت عال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كل من يسمعنا في جميع أنحاء المعمورة صلوا على النبي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه مشاهدين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم تنوير القلوب بين حين وآخر يخرج علينا أحد الحاقدين ويرفع صوته الباطل بالإساءة المتعمدة لنبينا وحبيبنا ومصطفان محمد صلى الله عليه وسلم قبل عدة سنوات خرج علينا القمص المدعو زكريا بطرس ينشر الأكاذيب ويطعن في الإسلام بسهام رديئة متكسرة ونال منه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أكبر نصيب من السب والبذاءة والتحقير وحينها تصدى له صوت الحق على هذه القناة قناة MTA في برنامج الحوار المباشر ولم يترك حرفاً من خيالاته المريضة إلا وعالجها بفضل الله تعالى بحكمة وأدب وقوة بيان ولكن على ما يبدو أن شيطان القمص قد عاد يؤزه أزة اليوم من جديد وجعله يطلق لسانه هذه المرة أيضاً بالسخرية والاستهزاء من أخلاق سيد الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين فكان لزاماً علينا أن نقوم لله تعالى رداً عن حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى ومواساةً للقمص في مرض الحق الذي أصيب به وأفسد قلبه وبصيرته فسنقرأ عليه بإذن الله تعالى دروس الحب مقابل الكراهية ودروس الأدب الرفيع مقابل انحطاط الأسلوب ودروس الرحمة مقابل القسوة والفضاظة وذلك حتى يتعلم سيادة القمص أن الشجرة تعرف بأثمارها فها هي ثمار سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم مقابل ثمار شجرة القمص بمرارتها وعلقامها فعذراً سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم فكيف للقلوب المريض أن تذوق سمو تعليمك وكيف للأنفس المغرضة أن ترى نور وجهك الذي أضاء الدنيا كلها لعل سيادة القمص يظن أن بذاءة الكلمات قد تنال من مقام سيد الأنبياء وهذا وهم كبير يتبدد بوعد الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزين وهل بعد كفاية الله من كفاية نعم تضيق صدورنا حين نسمع ما يجرحنا ويؤذي مشاعرنا بحق حبيبنا صلى الله عليه وسلم فنحن نحب رسول الله أكثر من أنفسنا وأموالنا وعيالنا نحبه حباً ورثناه من الصحابة الكرام الذين ضحوا بأرواحهم فداء رسول الله فمن أين لسيادة القمص أن يفهم هذا الحب ولم يرف مثله من أتباع يسوع الذين فروا عنه ولم ينصروه لكننا لسنا مثلك يا سيادة القمص ولم نتعلم من نبينا ورسولنا أن نقابل السيئة بالسيئة أو ننحط بكلماتنا للرد على من شتمنا وسبنا فكلما ضاقت صدورنا تذكرنا وصية القرآن الكريم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فكلما ازداد أعداء الإسلام غرورا فسنزداد نحن سجوداً لله وحده لا شريك له وكلما ازدادوا ترديداً للكذب فسنزداد نحن قولاً للحق والصدق وتسبيحاً لرب العالمين وكلما ازدادوا بذاءة بحق سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم كلما ازددنا تغنياً بخلقه الكريم فعذراً سيدي فعذراً سيدي يا رسول الله إذ لم تعرف الدنيا عظيم قدرك ولم تشهد في تاريخها كمثلك عفواً كريماً يا سيدي يا رسول الله تلقيت العذاب والتنكيل على يد المشركين فقتلوا صحابتك الكرام وآذوك وسبوك وحاولوا أن يقتلوك ثم تدخل عليهم فاتحاً منتصراً فترفع لواء العفو بدلاً من رايات الانتقام وتؤمنهم قائلاً اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم وفي المدينة آذاك ابن زعيم المنافقين وبلغ به الإفك أن يطعن في عرض زوجتك الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولو كان أحد مكانك يا سيدي لما تحمل هذا القدر من الأذى لكنك صاحب الخلق العظيم عفوت وصفحت بل وأحسنت فرفضت قتله قائلاً بل نحسن صحبته محيناً هذه بعض شمائل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والتي سنتعطر بذكرها المبارك خلال هذه الحلقات من برنامج تنوير القلوب في مستهل سلسلة جديدة بياناً للأخلاق النبوية السامية ورداً على ترهات القمص زكريا بطرس وعلاجاً للمرض العضال الذي يعاوده كل حين فأهلاً بكم ومرحباً بجميع مشاهدينا في كل مكان هذا هو برنامجكم هذه الأيام للدفاع عن حبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإظهار جمال وعظمة أخلاقه صلى الله عليه وسلم الذي شهد الله له بها وإنك لعلى خلق عظيم تواصلوا معنا عبر العناوين التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر